طيب دكتور أنت كأوساس جامعي وقتك كله بتقضيه داخل القاعات الدرس وفي المحاضرات هل كان لك مثلا انخراط في حركة 9 مارس والمطالبة مثلا باستقلال الجامعات طبعا باعتبار أنه ده كان عمل مهني نصفه مهني ونصفه سياسي بيتعلق بحركة استقلال الجامعات 9 مارس كنت يعني أحضر وأحضر الاجتماعات في كثير من الأمور سواء أذهب بنفسي أو أدعى إلى ذلك عند اللزوم كمان الحركات دي كمان كانت بتعمل أنشطة ثقافية تعرف نقابة الأطباء كانت بتعمل أنشطة ثقافية دار الحكمة نقابة الصحفيين كانت بتعمل نقابة المحامين كانت بتعمل حركة حركة لذلك اللي عاوز يشوف المجتمع المصري دلوقتي يشوفه يشوف السيسي ماذا فعلها لأنه اغتصب السياسة وقتلها طيب أنت كيف كنت تنظر إلى هذه الحركة والتي كانت فيه يعني بعد الانتفاضة الفلسطينية وحرب العراق المجال تفتح في مصر لهذه الحركات والأنشطة بشكل عام وانخراط الناس فيها أنت كنت شايفها إزاي؟ هل كنت تتوقع بأنها سوف تثمر مثلا عن ثورة شعبية؟ نعم دايما مصر دايما مصر مدرحة دايما مصر بتعبر عن ميدان مهم دايما مصر بتشكل رفعها للتغيير ولذلك رؤيتنا دلوقتي المصر واللي بعصل فيها وتحول دورها ومكانتها إلى مصر المحبوسة أو مصر المخنوقة أنا أظن أنه دا شيء غير مسبوق هذا النظام لا ثقف له ومن ثم اللي أنا بقوله بقى أنه لأ الناس كنت بتمارس وإحنا كنا بنمارس لكن مش شرط أبدا أنه كلنا نمارس شكل واحد من الممارسة ولا شكل واحد من السياسة ولا شكل واحد من الأداء السياسي والأكاديمي ممكن يكون له شكل معا إلا قليل من هؤلاء يعني أنا أحكي لك حكاية أستاذنا بطوة عبدالوهاب المسيلي وعلى الثاني كنت لسه هذكر لك هذا الرجل الفرزة الذي يجمع روح المسيلي نعم كنا بنصق مؤتمر التحيز التاني الحمد لله بفضل الله الطبع فرقة التحيز مجموعة فرقة التحيز كان مؤتمر الأول كل الناس تقع في المؤتمر لكن التاني كمان الطبع وأنا بقول لكم يعني أنه الطبع علشان تحاولوا تشوفوا النسخة التانية وتطور هذا الأمر وأستاذنا الدكتور عبدالوهاب المسيلي كان أوكل لنا إن إحنا وأنا تقريبا كنت المناسق وبنعمل اتصالات والكلام ده كله شو فمرة من المرات بقتصب باخد رأيه في حاجة علشان المؤتمر اللي جاي وناس هتيجي من بره وجاية من المغرب وجاية من اليمن وجاية من من كل بقاع ومن الشام و جاية من كل بقاع العالم العربي بل إنه جاية كمان من العالم الإسلامي فبقول له قال لي معلش يا سيف أصلنا دلوقتي في مظاهرة في وقفة مش عارف إدن أنا بعدها لما كلمت معاه رحمة الله عليه قلت له يا أستاذنا أنت خجلتنا للأمانة يعني كيف رجل في سنك وهذا السن وبعدين تقول لي أنا في البتاع في اليوم ده أنا عاوز أقول لك إنه اتخطف هو ومراته ورمو في الصحرة وكان مريض كان هذا هو اليوم وكان لازم مريض كان هذا هو اليوم اللي أنا كنت مقتصب بفيه بقول له يا أستاذنا عاوزين نعمل كذا ولا نعمل كذا في المؤتمر أو شيء رمو هو الدكتور أهود أحجازي أه طبعا فطبعا الدكتور عبوهاب الميسيري كان بيمثل شيء عظيم يمامس مفكر صاحب نكتة صاحب بتاع المجتمع منخبط فيه يعني فنان أقول لك إيه يعني ولذلك أنا وأنا بكتف في الكتاب دلوقتي بقول إنه اسم نار والمكان اللي كنا بنكتمع فيه عند أستاذنا الدكتور عبوهاب الميسيري كان ذلك ميدان التحرير قبل أن يكون ميدان التحرير كتبت كده ابو العديد يعني كان يتمنى أن يشهد الدكتور عبدالهب الميسيري ما حدث في ميدان التحرير من فضل الله تعالى إن إحنا تتلمزنا عليه ويعني كنا في جوابه ترجمة نانسي قنقر